أهلا بحضراتكم مرة تانية جهاز فني في أسماء كبيرة قوي بابا باسيليو، محمد عبدالواحد، أحمد أبو مسلم وأسماء كبيرة يعني خمس متشات في الدوري ولا انتصار صفر نقاط أمر صعب جدا ومع أول مباراة بعد رحيل الجهاز الفني فاز البنك الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل ليه التجربة دي ما كانتش نجحة في بداية الموسم معنا أحد أفراد الجهاز الفني السابقين في البنك الأهلي وأيضا نجمع الكرة المصرية السابق الكابتن أحمد أبو مسلم منار الدنيا كابتن أبو أخبرك إيه؟ عاش من شافك ها نعمل إيه بقى؟ تجربة قاسية أكيد لا طبعا ما فيش تجربة قاسية هني ولا حاجة انت بتتكلم انت دارب محترف بتخش في عدة تجارب فيه تجارب اللي بتاخد منها خبرات وفيه تجارب بتنجح وفيه تجارب بتبقى موجودة ما بتنجحش ومشتفيق وشيبقى عامل معاك على طول الفترة فاتت أكيد النادي النادي محترم جدا خلالك هاني بشكر برضك اللي هو أشرف نصار رجل محترم جدا في عز الفترة اللي كانت فاع صعبة موجود في الملعب على طول بيجي سابورت وحمس لعيبة في ظهر الجهاز الفني فدي من الناس المحترم اللي لاحب بيشوفها في الحقيقة بتتكلم تجربة مفيدة جدا أكيد الحمد لله أنا ألف مبروك مبارح هم كسبوا طبعا البنك الأهلي بأداء مميز أربعة خلي بالك هاني الأداء يعني طب كابتن طرم الصافة بقوله مبروك طبعا على الأداء مميزة أنت بتتكلم التوفيق بيبقى عليه بادلك بس معاك طبعا انت بتتكلم مبارح هي هي الفرقة الحداشر اللي لعيب اللي احنا كنا بلعبهم الخمس الماتشات قبل كده هم اللي بيلعبوا يعني مفيش حد جديد فطبيعي اللي انت ورد معك توفيق النهاردة وورد مبقاش معك التوفيق في الوقت دو بس انت بتتكلم اللي انت كنت عام الفرقة يعني بقى فاصيله يوم السنة الفاتية هو الراجل قاعد الفرقة بأخر ثلاث ماتشات في الدوري بعد التغيرات اللي كانت موجودة مع خالق جلال وكابتن حلمطلان وبعد كده عمير عبدالعزيز لما مسك الفرقة شوية الراجل الوحيد هو اللي كان معه يعني لقى الضلة بتاعته هو اللي كان من ثبت الفرقة فطبيعي اللي كانت لازم تصبر عليه شوية بس انت بنتكلم اللي انت حسيت ان كان بيستعجال؟ في ظل الظروف الفترة الفاتية اكيد طبعا هنا انت بتتكلم ما هي بس هي معادلة انت بتتكلم معادلة صعبة شوية انت بتتكلم خمس ماتشات بس انت خمس ماتشات لو جلت تتكلم كناحة كورة انت بتلعب لعبتي زمالك انت لعبتي تاني وتالت ورابع الجدول انت لعبتي زمالك بيراميز 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 بدأت بتطلع الجيش في الاول بتطلع الجيش بعد كده لعبتي بيراميز بعدها بعد بيراميز جالك زمالك وبعد زمالك جالك فيوتشر وبعد فيوتشر جالك اللواء المصري مزبوط وبعد كده جالك انبي قصدي اه انبي وثم المصري اه في جيت الكلام اللقاءات اللي بتكلم عليها انت قد تماطش فيوتشر احنا كنا متسايدين وجابين هدف في الموضوع عادي جدا تكسبوا في الديان اخيرا اه في الديان اخيرا ده بدلك وجالك الدار بالجزاء وضعت هتتكلم اللي انت نحي اداء لا انت اداء ما عندكش فيه مشكلة اه بس مش شرس تفوش مشكلة بس مفيش الشراسة ما انت جيت لو جيت تحسيبها هاني بتتكلم مثلا جيت نقارن مثلا الابليك النادي مويل العرب مويل العرب مثلا انت عادل خد واخد تعادلين موتوتين والباقي خسائر ماشي انت الوقت جيت كسبت بقيت انت ايه في مركز ايه عديت تلاتة بونت نقطة المشكلة كلها اللي انت هتاخد بس اللي هي البادرة اللي تكسب مطش هتلاقي الدنيا اختلف ليه تأخرت البادرة دي يا خبتنا سوق توفيق ايه وارد اللي انت يكون فيه توفيق ايه وفيه عدم توفيق انت بتتكلم في فرقة فرقة مميزة امكانيات موجودة بشكل مميز جدا الراجل داعم بشكل كبير رئيس النادي موجود بس انت وارد الممكن الوقت يتأخر شوية بس بعد كده الدنيا بتبقى يعني في الكرة هتمشي مزبوط والدليل على كده اللي انت بتجي تتكلم مع نادي امبي نادي امبي يرى ما تكسب البنك وكسب بعدها خد 9 بونت مزبوط ثلاث ماتشات متتالية ثلاث ماتشات بقى كام دولك مركز كام مركز خامس خامس مزبوط فانت بتتكلم اللي هي اللقاءات في الدور الممتاز صعب جدا بس انت حظك اللي انت جالك وقت اللي انت المتشات الصعبة كلها جات لك وراء بعضيها انت بتجدال بتاعك صعب جدا لما تبدأ بقبل تاني وتالت ورابع جدال زمالك بيراميز فيوتشر مصري بعد سيراميكا ما جالكش مثلا الفرق اللي هي في المتناول لابد فرق محتقي البرب انت كده نص الفرق خلصت مين الفرق اللي في المتناول في الدور ات بتتكلم على الفرق اللي انت مسلا ممكن في المتناول ممكن تجمع منها بنور بس لو بصينا للقيمة التسويقية للبنك الأهلي عالك انه اعلم كتير من الفرق اللي بتصفها في المتناول حلوة هاني تو عندوك فرق مليا نجوم سواء جهاز فني او لعيبة طب حلو ساول نتكلم في الناحية اللي بنتكلم عن لعيبة موجودة في البنك الأهلي اللي جات السنة دي انت بتتكلم على أيمن أشرف جايف ري ماشي بتتكلم على جريندو جايف ري بتتكلم على إبراهيم حسن جايف ري بتتكلم على عامات فتح جايف ري بتتكلم على سيرجي أكا جايف ري فانت بتتكلم على الترانسفير بتاعك كله اريك أنت اللاعيبي الوحيد اللي موجود اللي جاء بمبلغ اللي هو وإحمد الندري من جاء من محلة فده جاء بمبلغ عشان 들어�ott 23 سنة صغير ومبلغ نسبت كبير يعني مبلغ صغار جدا 22 مليون بعين 23 سنة صغير ومبلغ مش كبير يعني مبلغ صغار جدا 20 مليون بين لا 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 لم يوجد الكلام ده خالص ولا حتى ربع الكلام ده طبع يعني فأنا بقول لك عشان نعارب بس نتكلم في المستقبل فانت بتتكلم جايب عناصر مميزة لعبة كويسة كبيرة بس انت عارف الطريقة بتاعتباه فسأله بتختلف عن أي طريقة مدير فني تاني لو هو رجل بيشتغل بنتحت بيشتغل بيحفظ بشكل كبير فعشان كده بياخد وقت وشأي العيب يلعب معلش محترام الاندية أو المدربين طبعا الدور الممتاز هم هم الموجودين السيستم واحد اللي هو كرة طويلة اللعب على لونج باس اللعب على الجناب الرجل بيخلي بيخلي شكل تاني مختلف دايما بيتقال في النقطة لزاي دي فين دور الجهاز المعاون لو بتسمع أكيد ده بتشوفنا في البرامج والمحليم بيطلع يقولوها الجهاز المعاون المصري لازم يكلم الأجنبي يشرح له الطبيعة يقولو محتاجين نغير هل تدخلتم بشكل أو بآخر كابتان أبو مسلم في إقناع فابا فاسيليو إن واضح إن الأفكار دي مش ماشية ما تيجي نبقى أكثر واقعية مثلا؟ هني خلي بالك احنا بنتكلم في الراجل السيستم بتاعه شغاله مسانة فات لو بتتكلم دوت لما يجي حد لسه هيطبق الفكري بتاعه مش ماشي مع الفرق مازموط لو أنت أريد الراجل ده أصلا موجود أصلا كان شغال بالشغل دوت مع عادي دجلة ومميز جدا مع المحلة المحلة كان سيبهم خامس الجدول الدور الممتغس يعني خلي بقى لك من دين اللبناط اللي لماها بابا فاسيليو الدور الأولاني تعال المحلة السنة اللي فاتت لو كانوا استمروا كان الدور الثاني كانوا عايزين خمشهر بنت يعني عشان هم حتى دخلوا الدور الثاني كانوا مستهترين شوية بخمشهر بنت فهبطوا هبطوا انت بتتكلم حد عارف الشغل بتاعه والسيستم بتاعه وهو عنده تجربة في النادي نجحة اللي هو راجل قاعد في الفترة اللي فاتت اللي كانت صعبة جدا قاعد الفرقة بس النتاج برضه بغياتش أحسن حاجة فين في فترة الموسم اللي فات اللي مسك فيها البنك الأهلي بس المحصلة هو جاء إمتى جاء الدور الثاني بعد كابتن محمد لون كان الموضوع كان صعب جدا واي حد موجود بص خلي بالك هنا لو جاء تتكلم عن الفرقة اللي كانت السنة اللي فاتت تتفعه صعوبة جدا المواري العرب والبنك الأهلي كان هم بنفسه حد آخر فترة مع أصوان فانت بتتكلم في فرقة كانت تتفعه صعوبة جدا لنما تجي أنت أمسك بعد ثلاثة أربع مدربين وأنا اللي قاعد يبقى أنا الراجل عارف المشكلة فيه مفهول فأنا بتكلم لا إحنا بنتكلم حينش بنتكلم يا هاني على تقييم أو مدير فاني هو راجل أكبر من كده بكتير جدا لا مدرب ما هو ده الاستغراب أنا بقول مش هو بس الجهاز الفني كله جهاز فني عندكه أفكار وهو مدرب محترم جدا بابا باسيديو فبالتالي السؤال عن إيه أسباب الشكل ده السؤال مفهول جدا أنا أتكلم سوق توفيق أنا أتكلم هي غياب توفيق آه غياب توفيق ويدري على كده اللي انت مبارح نفس الفرقة اللي بتلعب هم اللي بيلعبه فطبيعي ده سوق توفيق يعني المكسب مبارح احنا حاجة بسطانة طبعا يدي الشغل بتاعدي أجل حاجة بسطاكو بس أنا عايز أتخيل أحمد أبو مسلم وقاعد يتفرج مبارح على ماتش المصري وبيلاقي البنك الأهلي بيجيب أربعة جوال ودفاع كويس ما بيجيش في فرص كتير وكل فرصة بيروح بيها بيجيبها جول وهاترك لمهاجم الفريق والمستر أسست كريم بامبو مبارح انت كنت تتفرج زي غير انك فرحان لانه ده أكيد جزء منه شغلكم بس أنا عايز أتخيل احساس الشخص اللي انت كنت فين طب يا جماعة أنا كنت مبسوط جدا يعني ده خلي بالك ده الشغل اللي احنا كنا شغالين به وده الانتقاء اللعيب المديري بالفني اللي بيجيب اللعيب فأنت لما عندكش أدوات كويسة أو عندك لعيبة كويسة مش هتظهر بالمظهر ده فأنا كنت مبسوط جدا مبارح بالذات خلي بالك أنا بتكلم منظومة البنك الأهلي منظومة محترمة اللي أجرينا نتكلم منظومة منضبطة أي حد يتمنى يوم موجود في البنك الأهلي فأتكلم لا ده الطبيعي اللي هو موجود فيهم وده الطبيعي اللي احنا كنا لازم موجودين فيه بس انت بيقابلك سوء توفيق ده عادي وارد في الكورة والدليل على كده اللي انت في وقت من الأوقات الكورة بتديك دهرها ما بتعافش تجيب أهداف فيه فرق تانية بتروح الدنيا بتفتح معها بشكل كبير جدا فده طبيعي ده الفرق أنا كنت مبسوط مبارح والله ومبسوط جدا وشوفت مبارح يعني ده الطبيعي كريم بامبو ده ده العيب لازم يكون كده كريم لازم يكون كده وسيما فصل اللي احنا كنا الرجل كان بيشتغل معها تخصوصي كان بيشتغل بشكل كويس جدا بتكلم على أي من أشرف هي ده الروح وده الفرق اللي موجودة ده اللي لازم يكون موجود بس طبيعي فيه توفيق وفيه عدم توفيق فهو النقطة كلها طبعا وخلي بالك البنك الأهلي احنا شايف اللي هي بتاريت تشتغل بشكل كويس وبتاريت تمشي مع الفرق فأكيد حاجة بتبسطنا حصل أي كلام بينكم من كابتن طريق مصطفى؟ لا خالص قبل أو بعد؟ لا خالص خلي بقى كابتن طريق يعني هو صاحب كويس يعني يعني أنا كنا فترة كنا عادين من كنا متقابل في الإمارات وبتاع فكابتن طريق من الناس اللي أنا بحبها يعني بس انت بتكلم هو ليه شكله خصية وليه طبعا بيخش فأنت في الفترة دي لازم داخل فترة صعبة جدا فترة فيها هزين فيها روح معنوية حتى هو أنا مبارح طبعا بشكره اللي هو شكر الجهاز الفني اللي موجود أصبوط أول ما خلصت المباراة أول حاجة شكر الجهاز الفني بقياس حاجة محترمة طبعا هني ده اللي موجود وخلي بالك كمان في نقطة كمان اللي انت بتتكلم فيها مبارح في اللعيبة بالذات كمان اللي انت ما عندكش لعيب وقع إصابة عضلية أو إصابة فيها مشكلة لو انت بتتكلم على العنصر أو التوتر في الزل الصعوبة والضغوط دي موجودة لازم على الأقل تلاتة ربعية بقياس شد واللي يجيله خلفية والجهاز أهمية انت بتتكلم ماشاء الله مبارح اللعيبة كلها طلعين زي الفل فانت بتتكلم العنصر البدني شغال بشكل مميز جدا العنصر الفني أو التكتك شغال بشكل مميز جدا بس هي النقطة كلها النهاردة عايزة تيجي والنهاردة ما تجيش فدي كلها بتتكلم بتفرج مبارح على الماتش مع صديقي وزميلي أحمد جلال فبعد الماتش ما خلص قال لي ده كم عمل لهم عمل بقى لا لا عمل جلال طبعا جميل هي بتتكلم هي النقطة أنا بتتكلم في الحياة متى هي الكرة بتبقى موقتي بتتديك وفيه وقت انت ممكن تبقى وحشاني جدا والنهاردة أداء سيء والفرقة كلها أوف النهاردة وتروح كاسبان اتنين سيفر وترات سيفر وحصلت معنا كتير وإحنا بنالها أنا حتى ما كنت جانبي حد أنا مش النهاردة مش مميز كنت بالعباس على حاجة في الكرة أبواصي والعب السهل خلاص يالش ماشى معايا فحتى في أول بدلات حياتي كنت أنا بحب عدي ورقص كتير فلما لقي الكرة بس أنا وقفت معايا مرتين ما عملهاش تاني اللي بقى خلاص انت النهاردة مش جاي معاك في مهندس ماجد سامي ولازم نتكلم بردك نتديله حقوق بيابني كوادر بيابني كوادر والحاجة التانية اللي هو بيخلي السيستم الفريق الأول نفس الفريق القطاع الناشئ حيث والدهي على كده اللي هو ناجح فهاني لو بيتتكلم على أكتر نادي بموجود مصر المنظومة نكحة بالورع وقلم موادي دجلة ليه؟ هقولك ليه؟ طلع على عيبة مميزين جدا انت بتكلم على محمد شريف موادي دجلة بتكلم على محمد هلال موادي دجلة بتكلم على عبد العاطي موادي دجلة أحمد عاطف موادي دجلة عمر مرموش اللي مكسر الدين في ألمانيا موادي دجلة ده كله ماجد سامي ماجد سامي اللي بقاله فترة ست سبع سنين الفترة الفاتح كان بيخلي اللعيبة دي تشتغل بشكل كويس دلوقتي هي اللي بيحصل ده كله النص العيبة على الإدارات يا هاني خلي بقلك إلا أنا لازم أكون المجلس إدارة مساندة لي إلا أنا أقدر أشتغل بالشغل بتاعي وأشتجيب مدير الفني يتمشى مع المقاومات اللي عندي في الفلوس والميزانية والكلام دوت لو جينا نتكلم عن ميزانية بديدة المحلة هتلاقي ميزانية ولا إيلا جدا بس الطموح عند المدير الفني بتغطي الحاجات دي الدوافع اللي عندي لعيبة الموجودة بتغطي كده أنت رجال مع رجل الفرقة كلها بتلاقي على واحد زي حكيم اللي هو الرجل الصغير اللي هو حكيم قويس قوي قوي خلي مالك وده برضك هتلاقيه برضك من دين الناس اللي جاية بتراب الفلوس في مصر صح تلاقيهت الكلام انت عندك مشكلة كبيرة في الأفارقة في مصر الموجودين ليه المشكلة دي ليه دايما تلاقي اللعيبة الأجانب اللي في أنديت الدوري المصري عموما كويسين واختيارات كويسة بس تلاقيهم ما بينجحوش بنفس الشكل مع أنديت القمة اللي هو الأهلي والزمالي اللي أجرينا نتكلم يا هاني أول حاجة حاجة اسمها سكاوتنج اللي تعرفها اللاجنة السكاوتنج اللي هي تبقى موجودة اللي اختيارات لما أنا جيب مثلا نجيب مثلا نقول نادل أهلي لما جيب مثلا واحد زي مودرس نتكلم عليه أنا سكاوتنج هجيبه هستفاد منه نتخالي بلاك لازم يجيبه هستفاد منه سنه قديه غير بس الكورة غير فنيات سنه قديه هبيعه على الماركت بتاعه قديه الكمة التسويقية بتاعتي قديه لما جاء هبيعه تاني عشان ما وفقش معاي هجيبه هجيبه بس احنا في مصر لا الموضوع مختلف أنا مثلا جايب 35 سنة طبعا أنا هستفاد منه هبيعه مين مين هيخده ما هو اللي هيباع ما كانش جايلك تفاهم ازاي فهبنتكلم اللعيبة كده موجودة بنتكلم على مثلا المسأل ناس كلها شفاء ما بلولوا ده حاجة محترمة انت فاهم ازاي ده كله ناس بتفكر بتعرف تجيب بشكل كويس يعني انت عايز تقولين الاهلي وزي ما ليك مفهومش إدارة سكاوتينج وأنديت الدورة الباقية لها البس يا هاني فيه ناس محترمة جدا بشغلة بكل حاجة بس أنا بأتكلمك كل وقت ولو قدان انت فاهم ازاي يعني الوقت الموضوع بقى فيه تطور أكتر فيه خبرات أكتر فيه الناس بتكلم لغات بشكل كويس فيه ناس بتتعب صغيرة تقدر تصفرها برا تقدر تجيب لك اللعيب الموضوع يعني أنا الناد الأهلي مش متوقع الناد الأهلي بعد فترة من الفترات اللي هي الفترة فاتت دي كلها آخر حاجة أجيب آخر ترانس فيه أجيب واحد عنده 35 سنة دي صعبة جدا هتتفهم ازاي أنا لازم قبل ما يخلص الموسم أكون جبت 1 2 3 و 4 ده الناد الأهلي اللي تتحضر 1 2 3 4 اللي اختار الأولين صعب عليها يختاره الثاني أقدر أجيبه فده لازم للشغل عليه احنا بنتكلم في فكرة والتطوير وشغلة هيبقى صعبة اللجنة دي خلي بالك يعني صعبة جدا بتشغل للنهار ترشحت بلوتيلي للأهلي آه كان عن طريق وجه ولوكيل عمال الفرنسيوي تكلمني قال لي بلوتيلي ممكن يجي لأهلي فقلت الناد ناس عن ناد الأهلي ما ده 33 سنة 32 سنة 32 وبرضو بقى يعني بقى له وآخر أربع تجارب كده مش التجارب الواو يعني لا ولده جاي من دورتموند ولده جاي من سيون كان موجود في سيون من رجل كان موجود فأنت بتتكلم مثلا يعني على الأقل تعرف قل بدنية ده عن ده بيفرق أنت بتتكلم مثلا عند الدنيا مختلفة يعني الدنيا التكوين الجسماني الإسبرينت بتاعه والقوة الصراعات العاجات دي كلها فيه ناس مولودة بالقوة والسرعة أنت السرعة ممكن تنميها صعوبة سريعة وانت بتتكلم في واحد برجاله تيل جدا يعني صعوب عبال حتى ما يتطور هياخد وقت يعني الموضوع صعب تناقص بالوتيل انت في قوة لبس الأهلي ده كانت الدنيا تولع من بيولع في بيته بالوتيل بيولع في بيته لا 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 نتكلم انت بص خلي بالك يعني احنا من ناد الأهلي نتمنى له يكون في أحسن حاجة احنا نفسين نغذي من ناد الأهلي من ناد الأهلي فضله علينا وعلينا وهو اللي عملنا وعمل أسامينا كلنا بس احنا منحاول كانت قريبة بالوتيل دي في وقت من الوقت ايه كانت قريبة جدا الرجل كان يمكن نجي لها في السيوم بفري بلد يعني انت بس انت بتتكلم احتياجات او شخصية اللي موجود ممكن الشخصية الفترة دي مش هتتناسب الناد الأهلي او وش موجودة في الناد الأهلي طيب قول ألو ألو حبيب أل بنجم الإمارات ربنا خليك كابتن طارق صح جزا كابتن طارق مصطفى نجم الكرة المصرية المدير الفني للبنك الأهلي أهلا وسهلا بك مبروك كابتن طارق مبروك حبيب 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 الله بارك فيك مبروك كابتن طفيق بسلم على هاني طبعا الأول ومنورين الشاشة منورك كابتن طارق ربنا خليك حبيب وتعيد ان أنا موجود معاك وانا اللي انا اللي عملت المداخل انا اللي طلبت ان انا خش عشان طبعا اشكرك هاني طبعا على التصالاتك دايما معايا من خارج مصر او حتى هنا انك انت صديق عزيز ومنورين الشاشة ومعك طبعا واحد حبيبي للناس المحترمة جدا وانا انا بعيزه على مستوى الشخص واللساني او مسلم اللي كان لعيب كبير ومدرب ان شاء الله كبير وبشكره وبشكر بوفصيلي على فترة للطبيقة وبقول لي ان هو كرة القدم اصلا احنا احنا كمدربين يعني انا دايما حتى بقول لك الكلمة دي انا شنطيت الجهاز زي من ورا الباب هو توفيه ربنا سبحانه وتعالى صح توفيه ممكن يكون ماشي معاك في النالي ده ومش ماشي معاك في النالي ده هي كرة القدم كده ولكن بشكره وبشكر بوفصيلي وبشكر عبدالواحد وبشكر الجهاز الفني وسامة عبدالكريم وتماملهم التوفيه ان شاء الله ان شاء الله بداية حلوة اوي يمكن انت شكرت بابا باسيليو الجهاز الفني بعد الماتش وكابتن ابو مسلم هنأك من شوية هنا على الهوى لكن انا عايز اتخيل برضو موقف مدرب بيمسك فريق خاصة لان خمس ماتشات بيبقى ايه اللي في ذهنه من تأكيد داخل على الفرقة دي والنتيجة المتوقعة على اقل جماهيريا ان الفرقة دي هتخسر الماتش السادس تروح كسبان اربعة فكلمني ازاي تعملت في الايام الاولى قبل ماتش المصري كابتن طارق هو طبعا طبعا انا بشكر طبعا نظارة البنك طبعا على صقرتها في طريق مصطفى وتسمح لأقولك برضو بيهز الفن اللي موجود معايا يعني كابتن نبيل عبدالعزيز مدرب عام كابتن عصام عبد مدرب مساعد محمد العقبة ومدرب حراس مرمى اه ومسداني هاني ما تجيبش عليك احنا اشتغلنا في كلها جزء نفسي اه لان العامل النفسي انت عارف غير المتوقع اه لإمكانيات المنك الاهلي فالأمور بتبقى صعبة بالنسبة للعيد صراحة اكتر حاجة اشتغلنا عليها هي دي وفي الاول والاخر انا قلت لك توفير ربنا فممكن ربنا سبحانه وتعالى اه ما او تلاعب فرقة تانية مختلفة تلاعب النادي المصر النادي كبير عنده جهاز فني محترم عالم اهل وجهاز الفني كله اه بيشتغلوا بشكل كويس بالهم فترة اخر مباراة احنا لعدنا على حتة الضغط اللي كانت موجودة عندهم اه لهم مغلوبين اخر مباراة من البرامات مزبوط فبالتالي فبالتالي اه عرفنا ان عندهم برضو بعض الاسابات وبعض اللعبة الحمد لله ومسلم انا متابعوا دلوقتي اه بيقول ان ما فيش اصابات دي حاجة تشكر للجهاز الفني اه انتم مش شغالين على علم احنا روحنا من الحمد لله ما كانش فيه ولا اصابة اه ولكن اه حاجات بسيطة بتفرف كورت القدم ولكن التوفيه في الاول والاخر هو العمل الاساسي يعني مزبوط اه كابتن طارق انت نورتنا وببارك لك حبينا مبارك لك على الهواء بيبي دانا اللي بشكركم جدا وبشكرهم مسلم وبتبندلهم التوفيه توفيه يا كابتن توفيه ان شاء الله ومبروك لحضرتك وللجهاز الفني بالكامل الفوز الكبير امبارح على المصري بور سعيدي المصري مبارح بعد النتيجة الصعبة دي وقبلها اخسارة من بيرامدز في جلسة هتحصل ما بين مجلس الإدارة والجهاز الفني علشان الجماهير متضايقة شويتين بوسي هاني برضك يعني عشان برضك يعني مش عايزين نقصه على كابتن علي مهر انت بتتكلم وارد انت خلي بالك وارد مبارح ممكن يقول يوم وش يومه او نكلم عليه بس احنا بنتكلم كابتن علي بقاله فترة عنده مشكلة في خط الدفاع انت بتتكلم انت عندك الدبش موجود 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 في خط الدفاع عندك لعيبة موجود عمر موسى عمر موسى مبارح حطه مبارح صعبة جدا عمر موسى حتى التمركز بتاعه في صعوبة يعني حتى الكرة لو جينا نتكلم على هدف الرابع اللي هو مفروض حتى اطلع ادي كرة للجون عملتها بس للرجل الباكي التاني العكسي رجل خد الكرة وراح اتكررت اكتر من مرة في هدفين من الاربع عمر محمدي عمر محمدي نفس الكلام صح وفي جلاس قناوي برضو في تمريره في الجل الأولاني الجل الأولاني انا بنتكلم هو النقطة كلها في تمركز موجود في خط الدفاع هيا المشكلة اللي جيت تتكلم على فرقة نادي المصري فرقة مميزة جدا خط الهجوم بتاعها مميز خط النص عنده قوة بشكل كبير جدا عنده مشكلة في الاتنين المساكين اللي وراء الموجودين انت عندك الباكين الباكرايت وباكليفت مميزين انت عندك حسين وعندك أحمد عيد ففرقة مميزة عندك الاتنين اللي هما الخط الدفاع دول عندهم ممكن في صعوبة شوية فهي النقطة كلها وردة اللي انت هو ورد اللي انت ممكن تخسر بس أنا بتكلم بالإمكانيات بتاع نادي المصري بالإمكانيات الفترة فاتت وكابتنا علي مار والناس متوقع اللي بكون في حت أكتر من كده دي خالة بالك هني دي بتحط ضغوط على المدير الفني صح مظهور فهي جاية الناس شافت نادي المصري كل سنة بعمني صفقات واناك بس ده موسم العودة الله يرون عليك صح المصري كل سنة يبق عليه مثلا المشكلة في الماديات المشكلة دي المصدر كاميرا بق عليه لما جيه الموضوع اختلف الراجل ما عندهش مشاكل خالص الفرة مستقرة اللعيبة بتيجي برقام كبيرة مع المحمد يجيب 30 مليون 40 مليون فمعندكش مشكلة يعني ما نجيبش صفقات تقوله ما المدرب هيعمل ومشا اللي معاه نجيب صفقات تقوله ما المدرب تضغط بسبب الطفوح اللي حط عليه نعمل ايه طيب نعمل ايه انت ممكن ما تحسفش بالقطع احنا بنتكلم دلوقتي هو راجل 100% اتغلب اتغلب المطش طبعا ممكن المطش ضغط اعلام اعلامي ما انت عندك الاسماعيلي مغلوب ما انت عن الاسماعيلي الاسماعيلي هتمشي والاسماعيلي عندها مشاكل اكتر من المصري بس احنا بنتكلم لا لازم نصبر شوية الاماشة اللي عنده محترمة القوام الاساسي عنده مميز مع الوقت الدنيا هتختلف طيب في الزمالك انا هستألك عن الاهلي كمان شوية في الدقائق الاخيرة لكن الزمالك شفت ازاي المشهد بتاع انا مبسوط طبعا مبسوط مبسوط لحاجة واحدة مش في اللعيبة نفسها انا مبسوط في القوة اتخاذ القرار وده كان موجود الانات زمالك كان ناقص شوية بقى لفترة انت خيال بالك هاني كان بيتطبق حاجة غير بتحصل للاعلامي قبل كده فانت لما يكون عندك ادارة قوية بتقدر تاخد قرارات زي كده اي حد يقلق انت فهمت زي مهما كان نجم في الفرقة هيقلق انت ام حاجة في الفرقة الكبيرة الاهلي او الزمالك او الفرقة الكبيرة لازم تسيطر على قط اللبس لو ما عندكش ناس بتسيطر على قط اللبس هيبقى عندك مشاكل كبيرة جد فالقرارات دي كلها بتخلي الناس كلها تبقى منتظمة الناس كلها تبقى ملتزمة اي حد يحاول يعمل كده يعرف الابليت قرص فهيبقى عنده وعنده مشاكل هيبقى كده مش هعملها فانت لازم تسيطر على العيبة دي من كده بالذات كمان ينتخل بالك النادي زمالك ما عندوش برضك الناس اللي تعملوا الفرق الكبير يا هاني خلي بالك لو جنا نتكلم النادي زمالك العيبة مميزة عندك زيزو عندك فتوح من الناس المميزة بس فتوح لم يحصل معاك كده اللي قال لي من فتوح هيقلق فأنا بكلمك لأ أنا شافك الرد دي لأ مميزة مهما كانت درجة تأثرك الفنية مهما تأثرت يا هاني أنا النادي الأهل والزمالك ما بقفش على العيبة يا هاني أي حد يطلع لو طلع ولا من ناشئين هيبقى نجم فأنا بأتكلم لأ أنت في فترة دي نتزمالك بيتبني وتشغل بشكل كويس ابني صح ما تبنيش على الفترات بتخلي واحد مميز واحد تاني بتقرس على واحد تاني في المعاملة لأ لازم يكون فيه مسواه وده اللي بينجح لما تجي تتكلم عن النادي الأهلي فيه سيستم لو تتكلم على فيه فئات فيه الناس رنجي الأولاني كذا الفئة التانية كذا كل حاجة كل واحد على قد العطاء بتوعهم موجود أو كل واحد بيعمل شغله مفهول أنت لما تعمل شغلك أو بتعمل الحاجة الإدارية بشكل مميز تحكم الفرقة طبعا عايز فتوح في الأهلي بس ألك هنا كأهلاوي بما أنه معروض للبيع من جانب الزمالك دع فتوح لعيب مميز هاني تتكلم فتوح لعيب كبير خلي بالك من الناس اللي نجينا نتكلم مع 3-4 اللي موجودين في الدوري المصري فتوح مقايم من الناس المميزة بتتكلم على حمدي محمد حمدي بتعبرها بس بشكل مميز جدا لو إلت مين قدامك تختار مين للأهلي أنا؟ أنا قبل كده قلت رأيي قبل كده أنا رأيي قبل كده فتوح كالعيب كبير بس أنا أتكلم على الشكل نادي الأهلي أو الخامة توقف النادي الأهلي هيبقى حمدي طبعا ليه؟ يعني إيه خامة أو شكل الأهلي اللعيب منتظم ما تسمعش منه مشاكل خالص ما عندوش يعني باللغة الكرة ما تلاقيش منه دوشة خالص اللعبه هادي ما بتسمعش منه مشاكل لعبه مؤثر بيقدر بيعمل أنا فيه كجزء الفني ده ليه ميزة وده ليه ميزة فتوح بكرة تحت رجله لعيبه ممايز جدا مهاري بشكل كبير جدا بس أنت بتتكلم أنا باك بقى عايز وان تو وأعمل مشوار وعدي وأعمل كروس باس وها تحت رجلي محمد حمدي يعني حمدي بيعمل دابل باس خلي بالك هنا هيبقى ممايز جدا مع الفترات الجاية إياد العسقلاني بتاع نادي الإسماعي إياد العسقلاني آه بزبط والتحاماته قوية وعنده روح كبيرة أوي في ملعب بلعب ملسيئة كبيرة في حي تارية أنا بقولك فيه ناس مميزة بتشوفها من دلوقتي مع عشان كده بقولك الناس اللي تختار اللعب أي بتتكلم على برك على أشرف أنا عجبتني مقارنتك بين محمد حمدي وفتوح لأنه هي انت شرحت اتنين عيبة كبار هما الاثنين بيتنافسان على المركز الظاهير الأيصر للمنتخب لكن هو ممكن تكون الجدية فعلا أو الانتظام عند محمد حمدي أكتر ممكن يكون فتوح كوير أكتر لكن اللي هتاخده كناتج أكتر بسبب أنا تكوينة العناصر مع بعض ممكن يكون عند حمد فبالتالي كل واحد منهم محتاج يطور نفسه في حتة معي أنا كباكر مثلا تجي تحكي سكاوتينج هتقتارني بشوف الراجل دو تعمل كم كوروسباس عمل كم تغطية دفاعية عدى ازاي عمل وانتوز ازاي اشتغل ازاي عمل كم شوطة على المرمى فدي كلها بتقيم الباكر الموجود كنت تتكلم عن كريم الدبيس كمان كريم الدبيس لعيب مميز وخالي بالك بتاع السيراميكا برضك محمد شكري لعيب مميز بس أنا أبتكلمك اللي هم مميزين قوي على فكرة اسم محمد شكري حتى الآن ما زال بيطرح جوه نادي الأهل هو من أبناء نادي الأهل عشان هو من أبناء نادي الأهل ولعيب كويس بس هو كان النقطة كلها في مشكلة الفترة اللي فاتت أو الفترة اللي كانت موجودة قبل كده مش كولر دلوقتي بس هي كولر في جزء منها كانت مع مسلماني اللي انت معندكش بديل مميز لعلي معلول يعني احنا كنا بنتكلم حمدي بتاع برامس كان عقده فري والموضوع كان سهل انت كنت لازم تحط كدري عالي معلول محترام عالي لعيب كبير جدا بس أنا لازم أعمل الصف التاني لما يحصل إصابة أو يحصل استعادل المنتخب مع المنتخب تونس فالفترة دي انت اللي تلعب كريم وكريم هيجي لعيب مميز جدا كريم خلي بالا كريم الديبيس بس لسه قدامه شوية الناس لازم تستحمله فأنت محتاج حد بديل لمعلول أعلى أو أكثر خبرات من كريم الديبيس خبرات انت خبرات خلي بالا كريم كويس بس كريم الناس لازم تصبر عليه كريم لعيب مميز هيجي مع الوقت أنا شافه لعيب مميز جدا عشان عارفه بوادي دجلة بس هياخد وقت شوية فالناس لازم تستحمله شوية أنا بتكلم الناس ما يقرنش علي معلول بالديبيس دلوقتي لا خالص يصبر شوية عليه عشان الموضوع ده بياخد وقت شوية بياخد ثقة بياخد خبرات فمع الوقت هيبقى مميز على ذكر علي معلول فيبدو ان غيابه سيمتد ما بين أسبوع إلى عشرة أيام في الأيام المقبلة وبالتالي يبدو أو من عشرة أيام لأسبوعين عفوا وبالتالي بعد الرانين الماناطيس اللي كان عمله مبارح اتقال انه شد في العدر الدرجة التانية زي ما كنا قلنا مبارح برضو وبالتالي أسبوعين لعشرة أيام معناها انه مش هيلعب مبارتين الأهل المقبلتين فيه الدوري قدام الجونة ومن قبله سيراميكي لباترا وكده معناها انه هيجيب عن التوقف الدولي المقبل للمنتخب التونسي فترة راحة كمان ربما يكون محتاجها على الناحية الفنية والبدنية والنفسية بكل تأكيد ماتش الزمالك وبيراميز قبل الختام توقعاتك لمباراة الكسبان منها هيلعب الأهل في النهائي لا مباراة صعبة جدا جد تكلم النواحي مختلفة والدفع مختلفة تعرف كرة فهم بتغيرات كتير جدا بس انا بتكلم يعني الصقة كلها موجودة او السبات او الاستقرار موجود في نادي بيراميز انت عندك لعيب بيراميز اخلي بالك يعني لو جاء نتكلم احسن سكوات بعد نادي الأهل بعد نادي الأهل نادي الأهل عنده سكوات قوة جدا بيراميز تاني تاني فرقة اقوى فرقة سكوات موجود لو جاء تتكلم اي حد يتمنى اللاقي بدي موجود عنده طلع رمضان نازل مصطفى فتحي بتطلع إبراهيم عادل بتنزل رمضان صبحي أنت عندك فرقة متكاملة بعد الأهلي ولا قبل الأهلي لا بعد الأهلي بعد الأهلي ليه بعد الأهلي بعد الأهلي عشان اللعبة اللي موجودة في النازل الأهلي الدوافع عندها أقوى أنت بتتكلم عن الدوافع لا لا أقصد لو شلت اسم الأهلي وبيراميز وحطت القائمتين دول قدام بعض أعلى لا الأهلي طبعا لا لب خبراته والأهلي الموجودة هتتكلم عنها أنا بتكلم لو جيت زي ما أنت قلت المقارنة دي بس أنا بتكلم دلوقتي على بيراميز بيراميز فيه كل مقاومات النجاح بس العنصر البطرات غايب ليه عشان الدوافع عند اللعيبة طبع موجودة والمدير الفني اللي بيولد الدوافع ليه اللعيبة فأنا بتكلمك لأ اللعيبة فنيات النادي الأهلي أعلى شوية بيراميز فيها ممكن يكون أعلى بس الدوافع عندها مؤثر على شوية فتلاقي الموضوع مختلف مفهوم فأنت مش هينفعا تشيل اسم الناديين في تقييمك للقائماتين طبعا أنا بتكلمك فيه لعيب بتاع بطرات وفيه لعيب مثلا بيوصل اللي هو مراكز الخامس الرابع التالت وفيه لعيبة أصلا بتاع التمارين يعني فيه لعيبة أصلا الواحد عشرة بتاع التمارين تتمرن كواهم جامد جدا وبعد كده ما تلاقيش حاجة يوم الماتش مفهوم فهنا بنتكلم نتزة مالك أكيد الفترة اللي جاية أنا شايف أنا مبسوط طبعا نتزة مالك موجود كابتان أحمد سليمان يعني الرجل أنا بحبه جدا وعيشت العمر يعني منتخب الشباب فبتمنى له التوفيق أكيد نتزة مالك استفاد منه وطبعا حسين لبيب الناس المحترمة جدا في المجال أنا شايف المجلس حاول يعمل حاجة مع لعيبة الفترة الفاتذ بس نتمنى أنا شفت يوسوريو على أرض الواقع لا الموضوع مختلف يعني ايه يعني الموضوع مختلف خلص مش نادي زمالك مش نادي زمالك لا مش نادي زمالك على أرض الواقع دي لما واجهته يعني لما واجهناه طبعا لما واجهناه طبعا إحنا بنك الأهلي الموضوع الشيط لأولاني يعني احنا ممكن نجيب تلاتة أربعة مظبوط إنا رحين تلاتة مفارضات يعني نقول لأولاني اللي هو جبناوي يعقوب وضايا عجون فالموضوع كان مختلف بس هو كمان حتى نادي زمالك بيكسب بلعيبة نادي زمالك يعني يعني ما احترامل أي حد اللي بتكلم الفترة فاتت لأ هو ما فيش تاكتك ما فيش أي حاجة نادي زمالك بيكسب بلعيبة نادي زمالك بتتكلم لما زيزو فاي شكابالا أوباما فاي بتتكلم على عمر جابر لما يكون فاي هم اللي بيعملق المثلث الراب يعني فبتتكلم في لعيبة هي اللي بتعمل حلول بس أنا بتكلم على سيستم لعب أو شكل أو تحركات أو التلات خطوط قريبا من بعضيها انت عندك مشاكل انت حتى بتلعب بالنس كلها بتثبت الأربعة الوراء وبتلعب بالنس كلها جيد مفتوح فأنا شايف لا نادي زمالك كويس نخد الكرار دا كابتن أحمد أبو مسلم نجم الكرة المصرية والنادي الأهل السابق والعديد من الأندية في الداخل والخارج نورتني وكالعادة كنت سعيد جدا بالقاعدة معاك أنا طبعا هاني بشكرك وكنت عارف لأنا الناس اللي بحباها جدا وأول لم تقول لي أنا ما أدرش أتأخر عليك طبع شرف لي نورتنا كابتن أبو مسلم نورنا الكابتن أحمد أبو مسلم وانتو كمان نورتونا في حالة النهار دا غدا بإذن الله لقاء جديد في تمام الحديثة عشر مساء على فكرة تشيلسي كسب توتنهام أربعة واحد نيكولوس جاكسون سجل هاتريك في الشوت الثاني بعد جول بالمر رد بيه على أول هدف سجله توتنهام ليلقى توتنهام أول خسارة هذا الموسم وتشيلسي بيرتقي للمركز العاشر بخمستاشر نقطة والصدارة الآن عادت لمانشستر سيتي في الدورة الإنجليزية تحياتك لفاري العمل وتحياتي هاني حتحوت إلى اللقاء